مرحبا أصديقائي إن شاء الله تكونوا بخير رح نتابع بالحديث عن الداء السكري وصلنا بالحديث لهذه الفقرة هذه التظهرات الجهازية وموجودات الفحص السريري نتكلم عن اختلاطات والتشخيص نحن نجي على الآلية والأنواع اليوم نذكر كان في تايب 1 و تايب 2 صح؟ هون عم يذكر لك ان كل النوعين الشائعين عوامل البيئية مع استعداد وراثي تطور عن دون المتنازمة مع ذلك تختلف العوامل البيئي وإلى آخره طبعا نحن نعرف التايب 2 هو الأشعة والاستداد البراثي أكبر صح؟ الآن التايب 1 لا يوجد إنسولين يعني لو فرضنا أن هذه مستقبلات الإنسولين وهذا الإنسولين بالتايب 1 مشكلتي أنه لا يوجد إنسولين بالتايب 2 مشكلتي أنه لا يوجد مستقبل هيك للتبسيط هذه أعمار صغيرة شباب فالنفرط هذه أعمار أكبر الآن إذا شفت في عند مريض كبير بالعمر الإنسولين غائب يعني هو بلش بداية السكر عن مريض كبير بالعمر الإنسولين هو اللي غائب الإنسولين غائب بالتحالي شفنا بالتحالي أن الإنسولين هو اللي غائب والسي بابتيد هو اللي غائب فهذا المريض بيش بموجودة التايب 1 لكن بعمر كبير فمسميه لادا اللي غائب اللي غائب اللي غائب اللي غائب إنه كبير بالعمر بلش عنده نمط الأولتو اميون بعمار متأخرة صح؟ التايب 1 شو اتفقنا بعمار صغيرة وما في إنسولين لكن إذا شفت بعمار صغيرة الإنسولين موجود لكن فيه إلو مقاومة الإنسولين موجود والسي بابتيد موجود صح؟ لكن المستقبل ما نوجود فيه مقاومة إلو يعني بيشبه التايب 2 لكن بعمر صغير بنسميه مودي مرض التايب 2 عادة شو بيكون؟ بيكونك طبوش زيادة في الوزن فأنا دمنا بقى فعضة حمودي صح؟ إنه طبوش بعمر صغير طبوش بعمر صغير يتعبته وبعمر صغير وفي عندك الحامل بسبب هرمونات المشهيمة يطور عندك وعندك سداع سكري بسبب الأدوية بسبب بعض الأدوية مثل الستيرويدز هذه كانت نظرة كثيرة عامة وشاملة فلن نفوت بالتفاصيل أكثر التيولوجي مثل ما حكينا تايب 1 دعميدي التبار الثلاثيق بيعواز الإنسولين إنسولين ديفشينسي يحتاج لمعاوضة لعلاج بالإنسولين أوتو اميون عبرد تي سيلز عبرد تي سيلز التي سيلز عم تحطم البتا سيلز يودي تخرب تدريجي لخلايا بيتة المفوزة الإنسولين صح؟ طيب باقي الخلايا بيكون فيها شي تبقى الخلايا المفوزة الإنسولين ومثلات أخرى سليمة مشكلة عينة عينك على بيتة مشكلتها مع بيتة سيلز تحتوت عراض كلاسيكية للداء السكري عندما يتم آمتها عندما يتم تقريب 8-9% من خلايا بيتة يعني عندما ننسون نجد يكون خلص تظهر العراض الكلاسيكية اللي هي البوال والسعاف ونقص الوزن الى آخره فكتير بتشوف مريض التايبون ما يبحث بشي لمين ما ستعرضه مثل عمره 20-18-25 لا حتى تظهر الأعراض شوية شوية وهن في سؤال هام جدا والشيء بالشيء شاب صغير أو صبي صغير بغثيان اقياع نقص شهير تحوان محلول نحلان لا تنسى تشوف الكلوكوس ونظرهم بذكر ما تصف اي مريض التايب مع دومعة قبل ما تنفي الحمضة الكتون السكري أو التايب الزايدة أو التايب الكبت أي هذو الكتير شائعين يبجوك بشكل مخاطل على انه التايب مع دومعة دي كاي بهذه العمار الهجمة الأولى لا يمكن أن تسألوا إذا كان عنده سكر لا يمكن أن تسألوا إذا كان عنده سكر لأن الهجمة الأولى من دي كاي يعني أول تظاهر الرداء السكري عند هيدولي المرضى هو هجمة دي كاي عند 50% ببعض تخيل 50% من مرضى تايب 1 أول تظاهر هو هجمة دي كاي يقول المرضى ماشي 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 بس لما صعاده انفكشن التهاب معدى أو عمى أو نومونيا أو شي انكسرت المعاهضة ارتفعت هرمونات الشدة الكورتزول الأبنفرين وإرتفعت السكر ضارت عنده الأعراض ووجهك هذا الشيء ما نسع طيب يظهر تشريح المرضى بالباثولوجي يعني التهاب في جزر لانكرهانس ارتشريح التهابيه في الجزر بالمونوسايتس يودي هونبا بمعنى هو أوتسو اميون فبقى ما في شيء انتيبوديز بشين يشوفون بالتحريف في انتي آيليتس قضيت خلالي الجزر هاي بتقرأ آيليتس هذا الاس سايلنت مو إزليتس آيليتس آيليتس قبل تطور مراحل السريداء السكري وتختفي بزيادة مدد السكري قد يكون ضد الانتيجاد فانت عندك انتي آيليتس أو انتيجاد هذون ممكن تشوفون بالدائس كذلك يطلبون كأنتي بوانيز فهو عمل لك أكثر شيء بتاعك ما ممكن تشوف انتي آيليتس آآ انتيجاد قد تشوفه في النمط تايليتس ذو البدل من العمل الأخر اللي هو اللادة اللي هو اللادة بمعنى آخر بالاوتو اميون شوفون عم يشكي لك على اوتو اميون ما لك وان ولا تو بالاوتو اميون اللي هو الوان أو لادة تطب بالانتي آيليتس أو الانتيجاد يترافق الدائس السكري نمط وان تايب وان مع امراض اميون ديزيز مع امراض من عدة تلية أخرى مثل امراض الدرق السيلياك ديزيز آديسين ديزيز برنشيس عنيميا فيتليو مثل ما ذكرنا بارح انه التيب وان فكر فيه علي انه شي مثل الاسيالي شي مثل آديسون شي مثل السيلياك شي اوتو اميون مشكلتلك اوتو اميون ما العلقة بالوراثة مو ما العلقة بالراثة فان ما العلقة بال مثل التيب تو انه النمط الوراثي بالتيب تو صغارح أكثر هون تحتاج لك استعداد وراثي وتجيك المؤحد في طور عندهم بعمر صغير طيب 1 من على قزيات تلوزن صح In English Profound Insulin Deficiency Requiring Replacement Therapy T-cell Mediated Autoimmune Disease Led to Progressive Destruction of Insulin Secrating Beta Cells Classic Symptoms When are we gonna see classic symptoms Because only when 80-90% of beta cells have been destroyed In Pathology Infiltrates of the islets with mononuclear cells in which beta cells are destroyed but cells desecreting glucagon and other hormones somatosatine, for example, is normal Intact Selima Islet cell antibodies can be detected Anti-glutamic acid D-carboxylase can be detected It can play a role in LADA In type 1 diabetes is associated with other autoimmune disorders like thyroid disease, celiac disease, Addison disease, burnitious anemia, empty oil Okay الاستداد الوراثي تشكل العون الوراثي ثلث حالات type 1 توقع محاذ البويضة يصاب برسبة 35% على عكس type 2 الذي يبصل 90% حتى 100% صح؟ إذا رفق مستدر الكرية الهلاء Antigen من نمط D3 و D4 على الصبغة السادس بشكل أكبير مع هبة type 1 لا يخبرك سؤال بصمي انه type 1 على اي يعني سؤال مان وطعمة بس ممكن يأتيك D4 ناقص D3 يساوي واحد صح؟ في type 1 به الأرقام على الصبغة السادس نجح على العومة البيئية اختلاف عن الجغرافية موسمية تؤدي لدى السكن المضال أول المهم بيكون عندك مؤامل وراثي و جاك المؤهد الأخماج الفيروسية viral infection النكاف ممس كوكساكي الفيروسات الحسبة الألمانية CMV البشتنبار صح؟ اقترح عديد من بعض المواد المساطن المتوذة في اللحوم القهوة تلعب دور فيه سمو محتمل طبعاً فيه أنا دورت على هذا الموضوع كما أن هذا الموضوع بهمكن ترى بعض المواد تذكر أنه على المرحلة شرب القهوة الحالية ممكن يرفع مستوى السكري لكن على مدى البعيد شاهدوا أن القهوة تأثير منظم للغلوكوز لكن بالدفدسون مكتوب على مستوى امتحاني قد تلعب دور محتمل للداء السكري حسناً لأمانة العلمية الألبومين البقري أحد مكونة حليب البقر متورط فيه الداء السكري الرضع الذين يعطون حليب البقر هم أكثر عضل تطور الداء السكري في مرحلة تأثير من مقالمة أطفال الرضاع الطبيعي يقول لك حليب البقر للبقر حليب الإنسان للإنسان هكذا القاعدة العامة لأن ممكن شاهدوا أن يزيد خطورة الداء السكري هناك شغلة كثيرة قلة التعرض للكائنات الحقيقة في مرحلة الطفولة المبكرة قد تحد من نظر الجهاز المناعة وتريد من احتماية حجورة أمراض المناعة الثلاثة نظرية النظافة يعني خلي طفلك يندعك ما تخاف عليه خليه يلعب خليه يمرض خليه يمرض بالأول موخ أنه خليه يمرض إنه خليه يلعب خليه كذا ما تصير مهوس نظافة بالمرحلة الأولى هذا شيء يزيد نظر الجهاز المناعي ويصير يميز بين العامل المبرض والعامل الخبيث لأنه عندما يكبر هو كثير على النظافة بيصير صعب ما يزبان ممكن يصير بجهاز المناعي أجزاء يسمون بنفسه ويصير تعبون أعجبت نهاية النظرية جينيتيك فاكترز بعضا لذلك أحيانا الصعوبات الطالب تطالع منك شي حلو جينيتيك فاكترز one third of the susceptibility of تعبون بس ما تكون زيادة عن الزوم ثم 35% in twins D3 D4 environmental factors as we said viral infections mumps Coxsackie B4 retroviruses kringental rubella cytomegalyvirus epistimbar neutrosamine coffee have been proposed as potentially diapitogenic toxins bovinserm albumin and so on reduced exposure to microorganisms in early childhood may limit maturation of the immune system and increase susceptibility to other immune diseases the hygiene hypothesis بالترجم du�트 اوغا قطيخ اشتغ لت stabح جد اشتغ لهم مع وہجي